السلام عليكم عشاء خباركم امركم معنية كنت تمنى تكونوا كلكم باخر و بيئتها مصطحة اليوم ان شاء الله فيديو جديد اسمحوا لي اعيد من صبر اليوم سوف نهضر في هذا الفيديو و ان شاء الله سوف نشارك معكم شربة العدف كجيل جيدة بالذب و فطائر مملحة بحشوة بنينة واقتصادية مقام عاد و كيف ما قلت لكم اخواتي باللي سوف نهضر في هذا الفيديو فانا هذا الفيديو صورت العشية دي الخميس و في العشية دي الجمعة بغيت نمنطه و انا يمكن لقى هجوم عندي في القناة و من شحال هذا و دائما كي يهاجموني بعض الاخوات لا في تيك توك ولا في الانستغرام و حتى في اليوتيوب و كان بقى ساكتا و دا بطقة دا صبري و ثاني مرة كيجيني هالتعليق كان جاني واحد تعليق مشابه ليش حال هذا و كان سكت و كذلك كيجيني هجوم في تيك توك ولا في الانستغرام اعلش كان بان في اليوتيوب الى ما بغيتش نتخلص انا ما عمرني ما قلت لكم انني ما بغاش نتخلص من اليوتيوب بالعكس انا بغان فيدو نستفد و الرزق فيد الله و كان قول لكم الخدمة في القناة ديال اليوتيوب ماشي خدمة سهلة خدمة صعيبة بزاف و ماشي حشو ما انشي وحدة تتخلص الى كان عندها محتوى قيم و موفيد و اكيد لو كان ما كنت محتاجة لهذه القناة ما كنت غان تعب و اندمر و نعطي فيها بالرغم من انني حضي قليل في المشاهدات و الحمد لله على كل حال المهم كان هضر معاكم و كان وريكم الوصفات اللي غانتشارك معاكم اليوم وخا فيديوهات يزوينين و كان عطي من كل قلبي بس اي وحدة جربت اي وصفة انجح معاها و جانعوا التعليق باننا نحن القنوات اللي في اليوتيوب ما كنحطوش الجديد و كانت خلصو رحشو ما بالعكس كي خدمنا الجديد او خدمنا شي حاجة قديمة المهم تكون ناجحة و الوصفة ميكونوش فيها الكذوب تكون بكل صدق فانا شخصيا اي وصفة حطيتها في قناتي كتكون بكل صدق و ربي شهد عليا كي كانت وصفة ديال الطبخ او وصفة طبيعية فانا الوصفة الطبيعية اللي كنجحوا معايا كنبرتاجهم معاكم و بالنسبة للاس كينباء في اليوتيوب انا ما كنبا ش دائما مرة مرة عد كنباء والحمدلله كينباء مستورة ومحتارمة المهم بلما نطول عليكم غنكمل معاكم الهدرين ان شاء الله في الفيديو فانا اليوم تقلقت و قلت نهضر في الفيديو نخوي عليكم قلبي وكنشكركم اخواتي على المتابعة ديالكم وعلى التعليق ديالكم الزوينا النسلي كيخليوليه تعالق زوينا وكيشكره وكنشكركم أخواتي على المتابعة ديالكم وعلى تسجيعات ديالكم لي وكنشكر جميع الأخوات اللي كيدخلوا عندي من المواقع ديال التواصل الاجتماعي ويقولوا لي عندك وصفة زويمين احنا دخلنا عندك كنقول لكم شكرا وقال اللي كيدخلوا عندي الخاص بالانستغرام ويشكروني كنقول لكم شكرا جزيلا لكم خواتي كتفرحوني الله يفرحكم من عنده وما تنسونيش أخواتي من واحد لايك وبرتج الفيديو بس تعمل فائدة وكيف لعدما ننسوش نبدأه بالصلاة على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام بسم الله على بركة الله نبدأ بالعزينة ديال الفطائر هنا يحتاج ستة ديال الكؤوس ديال الدقيق أو 600 جرام وغنحتاج ملعقة كبيرة من الخل فالخل كيعطينا الخيفة والهاشة للفطائر وغنحتاج كأساني من الحالي بالدافئ وتولوت العبار ديال الكأس 160 ميليليتر وعندي هنا تولوت ديال الكأس ديال العنباء ديال الزيت نباتية اوغنحتاج واحد معلقة كبيرة بالسكر واحد صاشي ديال الخاميرة الحلوة وملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة وملعقة صغيرة ديال الملح و Ļ ملح كي؟ بقاء دائمًا حسب الضوء و uncomfortable اوخنغرب الخاميرة ديال الحلوة من سبع قرم ونضيف الخاميرة المعجونة وأوهو سكر سنيدة وغنضيف معلقة كبيرة من الخل ونضيف الزيت ونأبدأ نأشن مع إضافة الحاليبShell نضيف الملح وضع الأكواب من الحليب وضع ثلوت الكأس طففة العزينة لا تحتاج من ندلك بثاف غير كنخدمها مزيان حتى يجنسوا لنا المكونات هنا لا مصرعا لتشوفوا القاوم العزينة قليلا مرخوفة نغطيها ونجعلها تخمر نضيف الملح ونضيف الملح حسب الضوغ نضيف الملح حسب الضوغ نضيف الخرقم والأبزار نضيف الملح حسب الضوغ نضيف الزيتون مقطع وشويه دي الهريسة اختيارية وعندي علبة ديال الطون وممكن انكم تعاوضوا العلبة ديال الطون بالجاج او لالاداند كفتا او اللحم الحامراء خدموا بالمتوفير غير اللي كانت عندكم اللحم كفتا ديروها مع الخضيرة من اللول باش طيب مع الخضراء وهنا يصفي وجدة الحشوة ديالي طفيت عليها وخليتها تبرد والعزينة خمرات صفي كان نفرغ منها الهاواء وكان نحرب لها فانا مصرع على الفيديو باش ميجيكو مش طويل بزاف وغنقسمها على خمستاشر كورة من العجين صفي غنقطع العجين ديالي على النصف وغنشكل منه كويرات المهم نستمر حتى نشكلهم ونرجع معاكم نحن كويرات العجين سوف نبسط العجينة ديالي على شكل دائري وقام نرققها شوية وغنجيب لصص ديالي ماطيشة فلصص ديالي ماطيشة عندي كن عندي فالموجميد كنصوب الصلصة ديالي ماطيشة وكنحطا في الموجميد من اللي كنحتاجها كنج بدها سوف نضع لكم الرابط للفيديو الذي تشاركت معكم في الطريقة للتحضير لصص الماطيشة سوف نضع لكم في صندوق الوصف فهي تنفع من اللي تكون رخيصة تصيبها وتضعها في مميكاته مجمد حتى تحتاجها و تجبدوها تطلق و تخدمو بها و كيفما شفتم معي الدهنت العزين بالسلصة الماطيشة وضعت شوية من الحشوة و نضيف شوية الفرماج محكوك نضيفه في المجمد في السبيرة كي ينفع صافي و كنصد بالطريقة الموضحة في الفيديو و نكمل معكم بنفس الطريقة و نرجع للموضوع ديالنا كيفما قلت لكم فانا بالنسبة للخلاص ديالي ديال اليوتيوب كل شي كي يقول لي كتخلصي كتخلصي فانا تلسنين ديال الخدمة تخلص جوج ديال المرات و كي يخص تجمع لنا 16 الف عد كانت تخلصوا يعني راه الى ما كانتش لمشاهدة كثيرة ما كيكونش الخلاص اما بالنسبة للقنوات الكبار اللي كتكون عندهم المشاهدة كثيرة فهما كيتخلصوا مزيان و بصحتهم الله يزيدهم و يعطينا حتى احنا ما عرفتش علاش هاد الهجوم عليا فالانسان من الاحسن يكون القلب دياله بيض و ما يحسدش و ما يكونش فيه سمه البغض و ربي غد يجازيه و كي يخصنا دائما نبغي والخير للناس باش ربي سبحانه وبتعالى كيعطينا حتى احنا والله يغنينا من فضله فانا كانت عندي خدمة حسن من الخدمة ديال اليوتيوب ولكن مع الاسف كننا سكنين في الصحرة في العيون كنت عندي خدمة زوينة كيف مما كتلكم ديال الاعمال اليادوية الماكرامي خدمة زوينة و التمن ديالها زوين حسن من اليوتيوب اليوتيوب ما فيهش بزاف ديال الخلاص اكيد كيتخلصوا الناس كيف مما كتلكم على المشاهدات و انا بقى عندي المشاهدة قليلة و من اللي رجعنا للداخل صافي لديك الخدمة ما لقيتهاش هنا المهم انا كنعمر الفطائر و كنهضر معكم مردو البل في الطريقة فهي سهلة و هنا في الداخل كنت نخدم جليل بات و القفيطنات ديال الراندا و كنت ندير حتى الطرز البرازيلي ولكن مع الاسف مرضو ليه عينيه بزاف كيتزيروا ليه فيهم العروقة اليوم عودت ليكم كل شي صافي و حبست الراندا و بديت في القناة و خحت التليفون بزاف كيدرف العينين كنحاول ما نشدوش بزاف و صافي و هنا بعد ما مكملت كنزيين بالزيت والكحل كلها فاطيرة كنوضع لها زيتنا واحدة و عندي سافر بيضاء مع شوية ديال الخل صافي غنخلط مزيان و غندهن و غنزيين بالزنجلة و مباشرا ندخلهم ميت طيبو ما كنخليهم شي خمر و عاوذة انا سخنت الفران مزيان و غنردو على نار مهيلة و كندخل الفطائر ديالي من الفوق حتى يتحمروا لي من التحت و كنردوهم يتحمروا من على الوجه ديالهم و كنخرجوهم و بصحة و راحة بصراحة كي يجيوز ويونين و لدادين بزاف ما تقنعوش منهم كنتمنى منكم تجربوهم و تشجيعاتكم اخواتي معي الله يجازيكم بالخير خلووا لي اللايكات ديالكم و على بركتي الله نوجدو الشربة ديال العدس الأحمر هنا يوضعت 1 ربيع ديال الكاز ديال زيت نباتية و 1 نص معلقة ديال السمن اللي فيت لي و تركت معاكم السمن الحر صافي و كنضيف واحد البصيلة خدارية مقطعة و عندي واحد جوج ديال الخيز زوية كبار و واحد البطاطا كبيرة و واحد القريعة كلهم مقطعين مربعات و ربعة ديال الماطيشات و عندي 150 قرام ديال العدس الأحمر اللي نقيته و غسلته مزيان عد كنس تعمله و شوية ديال قصبوره معدنس و نضيف الخرقوم و غنضيف شوية ديال الكامون و غنضيف شوية ديال الإبزر و الملحة بالضوق سوف نشحر المكوينة ديالي فوق البوطة و هنا نضيف واحد المعلقة ديال الطحين و واحد المعلقة ديال الكرافس عندي مقطع في المجمد و نروي بجوج ايطرو ديال الماء طيب غليان سوف نخلي الشربة ديالي الطيب و هنا يرجع تلقيت الفطاء يرتابه كيكون هذا هو الشكل ديالهم بصراحة كيجيو غزالين فانا طيبتهم على نرمهيله كيكونوا قصحين واحد شوية في اللول و غطيتهم بميكات باش ترجع لهم السخونية و كييرطابوا و كيجيو غزالين و الشربة ديالي بعد ما داست 21 دقيقة حتى لنصاعة سوف يطابت لي الخضيرة و كل شيء قلبتها لقيت كل شيء طاب و طحنتهم في مولينيكس او لا طحنوا بالميكسر فانا ادرت جوج ديال طحنت سوف يردهم الكوكوت و كنشل الميكسر بشوية ديال ما حجتني شوية عقدة و كنزيت جوج ديال فرماجات صافي و كنردها مازالت طيب مع التحريك المستمر سوف يدبو لنا دوك الفرماجات و كدجينا شربة بنينا بزاف و هنا يبدو كنقدم الفطائر هانتو ما كيرجعوا اشاشي نرطبين ولدات بزاف ما تقنعوش منهم جربوهم على ضامانتي و ردو علي في التعليق كيف جاوكم و شكرا للاخوات اللي كيردو علي دائما في التعليق على الوصفة اللي كيجربو و كيكونوا عاجبينهم و كيقولوا لي بانهم جاوهم زوينين كنقول لكم بصحتكم و راحتكم و الشربة ها هي وجدات اكيد كنضقوا دائما الملح لرخص كنزيدوه و كنقدمو الشربة ديالنا سخونة هنا يكنزينها بشوية ديال المعدنوس مع الفطائر و التمر عشيوة ديال هاد البرد كتجي لديدة بزاف للشربة ولا الفطائر كيجي ولدادين بزاف و هذه هي عشيوتنا اليوم اللهم ادمها علينا نعمة و احفظها من الزوال و كنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم و يعجبوكم الوصفات ديال اليوم و تكونوا استفتوا معي في هذا الفيديو و هنا كيف ديما نقطع معكم وحيدة بصراحة كيجيوا فطائر شاشين و خفافين و اسفنجيين لداد بزاف فجربوهم بصحتكم و لا تنسونيش من تشجيعاتكم اخواتي الى اللقاء